اهلا بكم من جديد استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه رجل الأعمال والمدير العام لمصنع بترجي للأدوية والمستزمات الطبية السيد محمد مازن بترجي من المملكة العربية السعودية وقد تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية والنوعية المتاحة التي توفرها مملكة البحرين في إطار تنافسيتها في المنطقة لجذب الاستثمارات وتوطينها والخدمات التي توفرها وزيرة الصناعة وتجارة والسياحة للمستثمرين وعلى الأخص منها للمستثمرين من المملكة العربية السعودية الشقيقة وهو ما دفع الوزراء لإنشاء مركز المستثمر السعودي ليكون أداة لتعزيز هذه العلاقة المتميزة التي تربط بين القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين وقعت شركة البحرين للاستثمار العقري إداما العقدة الأول ضمن سلسلات المستأجرين الأساسيين لمشروع سعادة غرب المحرق وذلك مع مقهى ومطعم نصيف وعلق السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة إداما أنه من المقرر أن يفتح مقهى نصيف أبوابه للزوار بالتزامن مع تدشين مشروع سعادة في نوفمبر من العام الجاري 2019 كما أنهم يدعون مختلف مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من الوحدات المتاحة في مساحة التأجير داخل المشروع ويأتي مشروع سعادة بالتماشي مع استراتيجية إداما طويلة المدى والتي تركز على تنمية وتطوير مشاريع جديدة وتحديث المشاريع القائمة بطريقة مستدامة وشاملة وبالتالي تحقيق المساهمة الإيجابية في تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 ونتابع الآن سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية حيث افتتح مؤشر البحرين العام تداولات هذا الأسبوع بتراجع بنسبة 0.24% مقفلا عند مستوى 1534 نقطة وذلك عائد لتراجع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون وستمائة وثمانية وخمسين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 267 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 68 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على سمقطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى غلاقات بقية البورصات الخليجية حيث تبين أداء الأسواق الخليجية ويرجع المحللون السبب إلى المخاطر الجيوسياسية في المنطقة نبدأ القراءة مشاهدين مع السوق المالية السعودية التي يقفلت بتراجع بنسبة 0.84% بيقفل عند مستوى 8957 نقطة حيث شهدت تراجع لأسهم قطاع البنوك قبيل إعلانها لنتائج نصفية للعام الجاري مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بتراجع كان الأكبر في إقفالة اليوم بتراجع بنسبة 1.22% بيقفال عند مستوى 6664 نقطة وذلك بسبب ضغوط التراجع الذي قاده قطاع الصنع بشكل رئيسي سوق بوظبي للأوراق المالية قفلت بارتفاع بنسبة قارب 13 النقطة المئوية بيقفال عند مستوى 5255 نقطة وذلك بفضل صعود أسهم البنوك والشركات العقارية أما سوق دبي المالي فقد خالفت بوظبي بتراجع بنسبة 0.86% بيقفال عند مستوى 2739 نقطة مع تراجع قطاع العقارات بشكل رئيسي في تدولات اليوم أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط فقد أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.61% بيقفال عند مستوى 3770 نقطة بفضل ارتفاع جميع مؤشرات البورصة العمانية قال بنك الكويت الدولي أن مبيعات سوق العقار الكويتي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 5.9 مليار دولار أمريكي مرتفعة بنسبة 11% على أساس سنوي وأضاف البنك أن مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق ارتفعت بنحو 19% على أساس سنوي ليبلغ 3539 صفقة وبينا أن هذا التحسن جاء في مؤشرات أداء السوق مدعوما بشكل أساسي من القطاعين السكني والتجاري حيث ارتفعت مبيعات القطاع السكني للنصف الأول من عام 2019 بالنسبة 24% على أساس سنوي ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين إلى 58 مليار دولار خلال العام الماضي 2018 وذلك وفق تقديرات رسمية أولية مدعومة بدراسات مختصة أعدتها وزارة الأقتصاد الإماراتية وتوقعت الوزارة أن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى قرابة 70 مليار دولار بحلول العام المقبل 2020 ويعتبر التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين نتيجة طبيعية عقب قرار البلدين الارتقاء بمستوى علاقتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل كارلوس غصن يطالب بالتعويض كبير من الشركتين نيسان وميسو بيشي لإرتكابهما أخطاء جسيمة عند طرده أثرت الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل خاص على اقتصاد ولاية كاليفورنيا حيث ضربت التعريفة الجمركية صناعة الخدمات اللوجستية في جنوب الولاية وعطلت انتظام سلاسل التوريد ما أثر على مليون وظيفة تتصل بالتجارة الدولية وفقا لما نقلته شبكة أخبار سوهو الصينية وتضم كاليفورنيا ميناء لوس أنجلوس ولونغ بيش الذين يعدان من أكبر المجمعات أو مجمعات الموانئ في العالم ويستحوذان على نحو 60% من جمالي تجارة البحرية الأمريكية مع الصين وتعد الصين أكبر شريك تجاري لكاليفورنيا إذ أنها أكبر مورد لها وثاني أكبر مستقبل لصادرتها قال مسؤولون يابنيون أن اليابان سجلت عجزا في الميزان التجاري خلال أول ستة أشر من العام وذلك بطل التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأصين وذكرت وزارة المالية أن العجز بلغ أكثر من ثمانية مليارات ومئتي مليون دولار وقالت الوزارة أن الصادرات تراجعت بنسبة أربعة فاصل سبعة بالمئة في حين انخفضت الوردات بنسبة واحد فاصل واحد بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأضافت أن الصادرات اليابانية للصين تراجعت بنسبة ثمانية فاصل اثنين بالمئة في ظل التباطئ الاقتصادي الصيني وإلى الخبر الأخير حيث تقدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان لأسيرات كارلوس غصن بدعوة قضائية ضد شركتين نيسان موتورز وميتسوبيشي موتورز بعد أن عزل في العام الماضي عن رئاسة التحالف الذي جمعهما وبحسب ما نقلت صحيفة نرسي الهولندية عن محامي غصن لورنس ديغراف فإن موكله يطالب بتعويض تصل قيمته إلى 16.8 مليون دولار من الشركتين لارتكاب أخطاء جسيمة عند طرنه وينفي غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه ضحية انقلاب من مجلس إدارة نيسان ضده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة